انتهاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد أما مذهب الشافعية فقولهم ليس ببعيد عن هذا أيضا قال الدمير رحمه الله في النجم الوهاج في شرح المنهاج في فصلي التعزير طبعا كتابه جمع كثيرا من أبواب الفقه وفي باب التعزير طبعا التعزير هو العقوبات التي تكون دون الحدود الحدود هي التي حدها الشرع كقطع السارق وكرجم الزاني المحصن وكجلدي يعني الزاني البكر وكجلدي يعني شارب الخمر والمفتري الذي يقذف المحصنات هذه حدود لكن التعزيرات يعني مرجعها إلى ولي الأمر وإلى قاضي المسلمين فيضرب أصواتا بحسب ما يرى بحسب الجرم الذي ارتكبه يعني العاصي إذن في فصلي التعزير يقول يعزروا اسمعوا بارك الله فيكم حتى تعلموا تساهل المسلمين في هذه الأمور وظنهم أنها يعني من الأمور يعني سهلة وأنه لا حرج عليهم في مشاركة غيرهم في ذلك قال يعزر من وافق الكفار في أعيده يعني الذي يوافق الكفار في أعيده يعني يعزر يعني يقام عليه هذا التعزير ويضرب أصواتا بحسب ما يرى قاضي المسلمين قال ومن يمسك الحية ومن يدخل النار طبعا هو سياقه لا يعني فقط موضوعنا وإنما يذكر أمثلة أخرى الذي يمسك الحية كهؤلاء المشعودين الذين يعني يأخذون الحيات ويزعمون أنهم لا يؤذيهم يعني لسعها كذلك من يدخلوا النار ويزعموا أنه لا يحترق هؤلاء يعزرون لأنهم يستعملون أمورا يعني مخالفة للشرع ومن قال هذا عطف على ما سبق ومن قال لذمي يا حاج يعني ذمي إما أن يكون نصرانيا وإما أن يكون يهوديا يعني ذهب وحضر عيده الباطل ثم لما قفل عرض له مسلم فقال له يا حاج قال له يا حاج فشبه عبادته الباطلة بعبادة المسلمين فهذا أيضا يعزر لأن الحج عبادة ورق من أركان الإسلام وله أحكام وله يعني قداسة فلا ينبغي ولا يجوز بل يحرم تحريما مؤكدا أن يشبه يعني الحاج بمن عبد يعني الصليب وبمن عبد تلك العبادة الباطل إذن ومن قال لذمين يا حاج ومن هنأه بعيد ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا يعني الذي يزور قبور الصالحين ويسميه بعضهم حاجا فهذا أيضا يعني يعزر على مذهب الشافعية وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في الفتاوى الفقهية الكبرى في باب الردة باب الردة طبعا هذا باب معروف في الإسلام يعني من غير دينه وبدله فشرع الله عز وجل أنه يقتل من بدل دينه فاقتله لكن الآن يعني حينما اختلطت الأمور صار الناس يشككون في حد الردة الثابت في يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال رحمه الله ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدعي موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم بالتشبه بأكلهم يعني يطبخوا طعاما خاصا كما يطبخه المشركون بمناسبة تلك الأعياد يعني إن بيضا فبيض وإن لحما فلحم وإن خبزا فخبز وهكذا يعني يشابههم في تلك الأطعامات الخاصة التي يجعلونها يعني شعارا لتلك الأعياد الباطلة إذن قال بأكلهم والهدية لهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه يعني يمنع الإهداء إليهم ويمنع أيضا قبول هديتهم بتلك المناسبة قال وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل قال ابن الحاج لا يحل ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك انتهى كلامه وذكر كثيرا من بداعهم انتهاج خدمة الإمام الشاطبي الدعوية لا تنسوا الاشتراك في قناة خدمة الإمام الشاطبي الدعوية والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة